اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحالة النهاردة هنشرح طريقة مبتقرة. وهفضل اقول مبتقرة لحد اخر يوم. الطريقة دي تطور مبتقرة لان مش ناس كتير بيعملوا بها او حتى لو ناس كتير بيعملوا بها في ناس كتير او بتخفى الطرقة دي. هي طريقة ممتازة جدا 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 في الربح من الانترنت. وانا النهاردة هتكلم عن الربح من الانترنت عن طريقة هاتفك الاندرويد. ولكن هتكلم عن طريقة معينة وهي طريقة الربح من الانستغرام. الانستغرام يا جماعة ناسك تلاقوا ايه بتاخفى الموضوع عن الانستغرام انك تقدر تزود الفولور بترقة سهلة جدا ويوميا تقدر تجيب خمسمية الف فولور او من مية لالف فولور. الموضوع سهل جدا وبسيط وممكن بعد كده بعديها بشهر او شهرين لحد ما تجيب عدد كويس من الفولورز تقدر تبيع على اكاونت بتاعك في منصات اجنبية وهيبعه لك بالدولار وارقام ممتازة جدا او تبيع في منصات عربية وهيبقى برضو باسعار ممتازة ومحترمة جدا وانت اللي بتطلب ده. اول حاجة اه هنخش عن الانستغرام ولكن بعد الفاصل هنبدأ كل حاجة في الحلقة. عايز تعرف مزيد من التفاصيل. عايز تعرف ازاي هنعمل اكاونت. ازاي هنكبر الفولورز. ازاي هنكبر الصفحة. ازاي هنجيب اسم برانت. ازاي هنعمل كل حاجة في صفحة حد ما هتبيعها. تابعنا عباد الفاصل. ورجعت لكم مرة تانية اولا هنخش هنا على الانستغرام. ده اكاونت انستغرام انا عامله. عشان اعمل عليه التجربة ديا ودي التجربة ناكحة اكتر مرة زي ما انتم شايفين مسلا الصفحة دي بتاعت واحد صاحبي. دي واحد صاحبي برضو جالوا فيها مبلغ محترم جدا ولكن مرضاش يبيعها. عايز يكبرها لمية الف ومعده كده يبقى يبيعها. الصفحة زي ما انتم شايفين فاتسعة وتمانين ك. تسعة وتمانين الف فولور. مع انه ما بشتغلش فيها غير ساعة على ساعتين تلات ساعات في اليوم. وبيشتغل فيها في كل بيعملوا انه عب بيجيب صور بس ويحط على اللوغو بتاعه. خلوه يصبح لوجو بسيط جدا يعني. زي ما انتم شايفين لوجو بسيط جدا. زي ما انتم شايفين لوجو بسيط جدا. هو عامله ولكن انتم ممكن متعملش لوجو اصلا زي ما انا هعمل كده. مسلا انا بقى تكلم عن الموديل. فانا عملت كريستان رونالدو. على اسنه موديل وحطيته هنا في البروفايل عادي جدا. ودي طبعا هتتغير بعد كده ان شاء الله. لكن في البداية بس كده حبيت ان انا عملها على اسنها موديل. صفحة تانية برضو يا جماعة ممكن اوريه لكم الصفحة دي. دي بتاعت برضو واحد صاحبي. الصفحة دي يعني الصفحة دي بتاعت صاحبة جدا. وبردو الصفحة اللي بتاعت واحد صاحبة جدا. اتنين معايا يعني في نفس العمارة. فننزد تحت كده. زي ما انت شايفين مسلا دي صفحة بتتكلم عن المزاج عن الدماغ عن الفرحة عن الاستعادة. زي ما انت شايفين اسمها الشيروفوبيا. دي برضو صفحة واحد صاحبي. صفحة ممتازة جدا جدا جدا. وبردو جالوا فيها مبلغ محترم ولكن هو ليست عايز يكبرها لعشرة كيه وعشرين كيه وتلاتين كيه. الصفحة التالتة برضو اسمها حياتي ماجازين. دي برضو صفحة واحد تالت برضو. صاحبي اكسم بالله تالتة دول صحابي جدا. اه فيها سبعتشر الف برضو دول ناس انا برضو يعني قاعد معهم وبنكبر الصفحات دي سوا. احنا عملنا عشان نكبر الصفحات. عملنا ايه عشان نوصل للفولورز دي. وبقى بيجي لنا فولورز يوميا مية ومتين وتلتمية وربعمية فولور يوميا وسهل جدا. ازاي? انت كل هتعملوه. هتعمل فولو للناس. بعد كده هتبقى تعملهم اون فولو. فيهمتوا حاجة يا جماعة? ازاي? ازاي عم فهمنا كده? في ناس اه في الفيسبوك تسمهم شارك. بتاع شارك. عارف انتم بتاع شارك? اللي هم الناس بتاع شارك؟ يقول لك. اه شارك المنشور مش عارف ايه لايكات مش عارف الهابل دا الناس بتاع شارك اللي بيخش يهبلونا في المسنجر. لا. في ناس هنا بقى بس ما بيقولوش شارك. هم ناس برضو زيهم. مسلا خش على اي صفحة ممتينة صفحات دول. وتخش هنا مسلا وتخدش على لايكات. وتتعمل فولو لكل الناس اللي تلاقيها قدامك. كل الناس دي توتعملها فولو هات. طبعا عادت كبير جدا. ولس طبعا في ضحت. ولكن زي ما انت شايف في هنا تلتمية تلتونية سعب عين واحد هتعمل لهم فولو. الناس دي لو انت عملت لهم فولو هيرد عليك على اقل مية منهم. لو انت عملت تلتمية مية منهم هعملو لك فولو. تمام شعب? اما دول فدول الناس بتوعية فيسبوك بتاعي فعشان كده مش كلهم هعملوا فولو. اما الناس التانية دي هم ناس بتوع تفاعل. الناس بتوع تفاعل يعني فولو هم كده على طول. تمام. انت اول ما تجمع عادت كويس منهم الناس دي هتتبعك والناس دي هتشوف بوستاتك الناس دي تعمل لعيقات الناس دي هتزبطك. بعد كده انت صفحة بتاعتك هتكبر يوم بعد يوم. انا ليه بقول كده يا جماعة? ممكن تكون الحاجات دي كانت في دماغ كزا واحد ومرداش يعملها. ممكن تكون الحاجات دي قدام اكتر واحد ومرداش يعملها. لكن انا بفتح دماغك على الموضوع ده لان انستجرام حاجات سهلة جدا هتشتغل في اليوم نص ساعة او ساعة. نص ساعة هتشتغل تعمل مسلا لخمسمية الف لخمسمية او الف واحد يوميا مسلا في نص ساعة وبعد كده اليوم اللي بعدها هتشيلهم وتضيف كمان الف غيرهم. ويعود يجي لك فولورز 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 لحد ما تجابع عدد محترم من الفولورز وبعد كده تبيع الصفحة. وعايز تفضل تكمل في الصفحة اولا ده هتخليك تشتغلي عندك شهرة سريعة جدا لان الفولورز في الاستجرام الموضوع سهل وموضوع سريع جدا. يعني الموضوع سريع جدا ما يكون عندك ربع تلاف خمسمة لافواحد بيعمل لك فولو عن الاستجرام. اا بيعمل لك اصد لايكات على صفحتك على الاستجرام او لايكات على صورك على الاستجرام. ما夏 ABS مسلا رابط اليوتيوب بتاعك او رابط المواقع بتاعك الناس ده تخش على اقل مية او الف منهم. ممكن يخشوا على الموقع بتاعك. وممكن يتصفحوا اليوتيوب بتاعك ويعملك سبسكرايب. اه ريزا الموضوع ده يكون مفهوم. طيحنا كلنا هنعمله مرة تانية. هنعمل صفحة على الاستجرام. كلنا هتعمله برضو لو انت عندك اكاونت على الاستجرام مسلا ده الاستجرام بتاعي. تمام? عشان تقدر تبدل. اه ممكن تنزل تحت كده. وتعمل اد اكاونت. هنا اد اكاونت وبعدك بتعمل اكاونت جديد عادي جدا. بتعمل اكاونت جديد بعدك بتخش بتسميه باسم برانت. اسم برانت يعني ايه? يعني اسم يكون مش عند ناس كتير. مسلا مستر بومتك. مستر بومتك ده اسمي. ده انا بس على اليوتيوب الاسمي كده لو بحثت في جوجل على اسمي هتلاقيني. انا اول واحد واتلاقي صفحة الفيسبوك. هتلاقي صفحة. هتلاقي الموقع بتاعي. وهتلاقي اليوتيوب. هتلاقي كل حاجة عني في اول صفحة في جوجل او اول نتائج البحث في جوجل لان دي مش كيوورد لا دي برانت برانت بتاعتنا. تمام? فانت مسلا هتعمل نفسك برانت برضو. وممكن تخش مسلا باي اسم انت عايزه اي اسم مسلا اسمي عائلة بتاعتك او اي حاجة زي كده. تمام شباب اعطيك الموضوع واضح. فانت كل هتعملو. هتعمل ايميل على انستجرام جديد. هتسميه باسم برانت. الاسم ده هيفضل معك للاخر شهر وشهرين. هتكبر الصفحة. تعمل كل يوميا. نص ساعة يوميا. نص ساعة بس. وانت فاضي. قعد فاضي بتتفرج على مسلسل بتترجع لاي حاجة. نص ساعة يوميا. هتعمل للناس. تعمل انفلو. 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 سهلة جدا. ممكن مسلا انت اعمل انفلو. ليه? الناس كلها. مفيش طريقة تعمل انفلو للناس كلها طبعا. وحتى لو لقيت هتبقى مدفوعة وحاجة زي كده. ممكن تعمل انفلو الاتنين مع بعض كده. بالطريقة دي. وبكده هيزيد عندك عدد الفولورز بشكل كبير جدا يوميا. على قل لا ممكن تجيب الفولورز في اول خمسة ايام مسلا. وانك تجيب سبعتشار الف او عشرين الف او تلاتين الف الموضوع هياخد منك وقت بسيط جدا يوميا. وانك تنشر صور وتحط عليها اللوجو بتاعك او تحط عليها اسمك. عشان بحيث ان لو حد سهل اصطورة يخش على الصفحة الاستية وكده على كموضوع ده بينفع جدا. فالموضوع سهل جدا تخش على برنامج تاني اسمه البرنامج ده. البرنامج ده ممتاز جدا تقدر بكل تكتب كلمة على الصورة تضيف الصورة على الصورة تعرف تعمل اي حاجة. تعرف تضيف الصورتين مع بعض وتعمل لهم حدود بحيث ان هما يضافوا معاك هنا على بسهولة. فالموضوع سهل ان شاء الله وبسيط. اتمنى تكون الفكرة دي وصلت لكم. اتمنى تكون عجبتكم الحلقة يا ريت لو عجبك الفيديو. تضغط لايك للفيديو ده. واشتراك في القناة عشان نوصل الى هدف الشهر. اخلت معاش غير بكرة. وانتي الشهر ان شاء الله نوصل لها خمسمائة مشترك. كان معكم مصطفى من قناة مستر بامتيك. الفيديو لو عجبك. لايك الفيديو. اشتراك في القناة. لو كنت امر تشوف حلقات مستر بامتيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.